لكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيديو اليوم خاص بالحصة الثانية من درس القسمة دائما المسوى الرابع نبدأ على بركة الله تمرين رقم أربعة وصحح الترتيب الخطأ لإنجاز قسماتي عدد من ثلاثة أرقام على عدد من رقم واحد خلال هذا الدرس كان حول ما أمكن إنجاز قسمة يكون فيها المقسوم مكون من ثلاثة أرقام والمقسوم عليه مكون من رقم واحد وقرينا في الحصة اللي قبل أن الطريقة المتبعة أو الترتيب المتبعة هو نبدأ بقسماتي ماذا المئات تليها العشرات ثم الوحدات إذن إذا قرأنا ما هو مكتوب هنا سنجد أولا قسمة الوحدات ثانيا قسمة العشرات ثالثا قسمة الوحدات وهذا خطأ إذن الصحيح هو أولا قسمة المئات المئات ثم قسمة العشرات ثم قسمة الوحدات إذن هذا هو الترتيب الصحيح نمر التمرين الموالي بالنسبة للتمرين خمسة ألون بالأحمر بطاقة الباقي الصحيح لقسمة إذن لمعرفة الباقي يجب وضع الصحيح للعملية نقوم بالعملية ثمانية عشر مقسمة على خمسة تساوي ثلاثة ثلاثة في خمسة خمسة عشر ثمانية عشر نقص خمسة عشر تساوي ثلاثة أنزلوا ستة ستة وثلاثون مقسمة على خمسة تساوي سبعة سبعة في خمسة تساوي خمسة وثلاثون إذن الباقي هو واحد سأبحث ضمن هذه الاقتراحات ومطلب اللون الأحمر لأنه ما متوفرش عندي غادي نستعمل هذا اللون هذا إذن الإجابة الصحيحة هي هذه سمرين رقم 6 يقول أنجزوا وأكتشفوا القسمات الخطأ والصحيح باش نعرف شكل خطأ وشكل صحيح يعني أريد أن نجز العمليات سأبدأ من هنا 947 مقسومة على 9 9 مقسومة على 9 بالمئات مقسومة نبدأ بالمئات يعني 1 1 في 9 تساوي 9 يعني ما تبقى من المئات صفر أنزلوا العشرة لهو 4 4 مقسومة على 9 تساوي 0 0 في 9 0 وأقوم بالعملية إذن 4 ننتقل إلى الوحدات لهو 7 47 مقسومة على 9 تساوي 5 5 في 9 45 الباقي هو 2 إذن الخارج هو 15 والباقي 2 هناك خطأ الخارج هو 105 والباقي هو 2 ننتقل العملية الثانية 108 مقسومة على 3 10 مقسومة على 3 تساوي 3 423 مقسومة على 7 42 42 مقسومة على 7 تساوي 6 6 في 7 تساوي 42 0 أنزل الثلاثة 0 وهذا العملية خاطئة ديما عندنا الخطأ في الخارج اللي هي 60 إذن نصحح الخارج هو 60 والباقي هو 3 تساوي 3